وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشهد أعضاء مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرية وكان فيه مطالبات ومناشدات بتسيير المرفق وهو مجرى نهر النيل فيه النقل الخاص بنقل البضائع نقل الركاب والسياحة أيضا لأنه هيبقى نافذة متسعة جدا للإستثمارات على مستوى محافظات الجمهورية كلها لكن دائما كانت المطالبات دي بتواجه أن هناك العديد من الصعوبات لا يمكن حلها ولا يمكن التعامل معها فنجد الآن أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون يستهدف بالأساس فك كل التشابكات والتعقيدات الخاصة بهذا الملف علشان نسيره في مجال النقل بشكل يحقق كل الاستثمارات ويبقى نافذة متسعة للمحافظات أهم الموارد اللي عندنا هو نهر النيل والنقل النهري بشكل مخصص القانون ده كان هدفه هو إعادة تنظيم الهيئة المنوطة بالنقل النهري لتعظيم الاستفادة من النقل النهري لأنه إحنا مقارنة بالدول اللي حوالينا إحنا مش بنستغل النقل النهري بشكل كافي وشكل يعود على الاقتصاد والموازنة للدولة فكان لابد أن إحنا يبقى فيه هيئة لها تخصصات واضحة لأنه كان فيه تشابك فيه التخصصات أن إحنا نبقى فيه عندنا هيئة واضحة التخصصات والاشتراطات ده كان أمر هامي جدا وده يمكن كان هدف أو فلسفة التعديل يمكن قانون أعتقد مهم الفترة القادمة لأن إحنا دلوقتي يمكن الدولة المصرية عادت عادت تشكيل البنية التشريعية وتحديثها نتكلم على هيئة النقل النهري نتكلم على هيئة قانونها صدر من 56 يعني نتكلم في 60 سنة لم يتم تحديثه وكانت الهيئة ما عندهاش موارد هيئة مش قادرة تعمل تنمية يعني نتكلم على نسبة مشاركة النقل النهري في التجارة نسبة ضئيلة جدا أعتقد أن القانون حل إشكاليات كتيرة وتداخل ما بين سلطات ووزارات إدارية وجهات ولاية وكان فيه تنازل عليها وما فيش تنظيمي قانون نظم القصة دي وأعتقد أن الهيئة الفترة جايب عليها دور في تطوير منظومة النقل النهري ترجمة نانسي قنقر